ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حقكم الجماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية رسميا يا جماعة الخير التريلر الرسمي للجزء الثالث من فيلم فينوم واللي راح يكون بعنوان فينوم The Last Dance وصل وتقدر الان تروح تتابع على اليوتيوب لو تحب ولو ما لاك حيل وتبقى انطباعي الاول عن التريلر ابشر من عيون شوف الجزء الثاني من فيلم فينوم بشكل عام كان مرة تعبان وتجاري بحث والناس تابعوه لغرض المتعة لانه شخصية فينوم كذا رهيبة وزاحف وفلة لكن الجزء الثاني كقصة كسيناريو فوضى مرة فوضى ولا ادري هل الجزء الثالث بيكون بنفس المستوى ولا لا ولاك من التريلر اقدر اقولك انه لا في امل في امل انه يكون افضل من الجزء الثاني هذي ما فيها كلام ان شاء الله ومش بس كده احب اقولك اننا راح نشوف فينوم على شكل حصان يس يس المشهد رهيب في التريلر مرة رهيب وبشكل عام جماعة الفيلم قادم الى صلاة السينما يوم 25 اكتوبر من هذه السنة يعني تقريبا اربعة شهور خمسة شهور حاجة زي كده اللي بقوله لك روح شوف التريلر ترى بقى خمسة شهور على صدور الفيلم يعني بعد خمسة شهور حرفين بتكون ناسي ام التريلر باللي شفتوا فيه طيب يا جماعة توقع هذا كان خبر جيد لافتتاح فيديو اليوم من سلسلة شخبار هوليوود فلذلك اسمحوا لي اذكركم بكم شغلة اول حاجة لايك للفيديو لو اعجبك اشترك في القناة فعل جرس التنبيهات هذه طفشتك فيها وما يحتاج بس احب اذكرك على السريع وكمان احب اذكرك بقناة الوجيه توك او قناة القصص القناة اللي بنزل فيها قصة جديدة وبشكل اسبوعي كل يوم خميس شرفني ويسعدني اشتراكك فيها راح تلاقيها موجودة في صندوق الوصف غير كذا يلا نرجع للاخبار فيلم فيوريوسا يا جماعة وبعد ثاني اسبوع من عرضه في صلاة السينما قدر الفيلم انه يجمع اكثر من 115 مليون دولار مع العلم انه ميزانيته كانت حوالي 170 مليون دولار ثاني اسبوع جاب 115 مليون دايم راق المرة كبير معناته بيقف الميزانيته في 3 ا4 سابيع عموما يا جماعة فيلم فيوريوسا الى الان للامانة محافظة على اداء مرة مرة ممتاز في شباك التذاكر وكمان من ناحية التقييمات والمراجعات تقييماته الى الان مرة ممتازة من ناحية النقات ومن ناحية الجمهور فضلا عن انه تقييمه على موقع ايم دي بي مازال 7.9 من 10 يعني نقدر نقول 8 من 10 من دون اي مشاكل واللي يعتبر في كل الحالتين سواء 7 تسعة ولا 8 من 10 في كل الحالتين التقييم مرة مرة ممتاز عموما الفيلم مازال يعرض في صلاة السينما لو تحب تتابعه وروح تابعه ولكن قبلها تابع فيلم ماد ماكس الاول وفيلم كوكب القردة او السلسلة الجديدة من عالم كوكب القردة واللي بدأت بهذا الجزء الجديد والاول وبعد اربعة اسابيع من عرضها في صلاة السينما قدر الفيلم انه يجمع اكثر من 330 مليون دولار امريكي يعني حرفيا الفيلم قدر انه يقفل ام ام خسائره تماما لانه لو فاكرين ميزانيته كانت فقط 160 مليون دولار اراداته كام 330 مليون دولار وكذا نقدر نقول عن الفيلم شينو بوم نجح غير كده تقييماته ترى مرة ممتازة مراجعات الناس له مرة ممتازة ولو تحب تروح تشوفه في السينما ترى بيكون خيار وقرار مرة كويس طيب يا جماعة اتوقع معظمنا يعرف مسلسل بلاك ميرور المريض والغريب والمخيف والكئيب اللي موجود عن نتفليكس وللأمانة يعني بالرغم من اني قاعد اتكلم بطريقة غريبة تجاه المسلسل الا انه هذا المسلسل واحد من افضل مسلسلات الموجودة عن نتفليكس للأسف يس مرة رهيبة المسلسل اللي خربيته المهم يا جماعة ما لكم في الطويلة في الموسم الرابع وفي الحلقة الاولى بالتحديد من الموسم الرابع عرضت واحدة من اكثر الحلقات السايكوباثية والمريضة جدا ما راح اتكلم عنها ما باحرق على احد ولكن بحط شوية صور من هنا ايش يعني انا نشوقكم شوية مع ان الصور ما راح تشوقكم التشويق الذي اتطلع اليه ولكن صدقوني مسلسل بلاك ميرور والحلقة هذه بالتحديد كانت حاجة مرة كريبي وتخوف وهالشي ترى مو جديد على مسلسل بلاك ميرور وترك كل حلقاته تقريبا كذا فيها نوع من المرض والكريبنس المهم يا حبيبي نرجع الحلقة هذه بالتحديد الحلقة الاولى من الموسم الرابع راح يتم عمل جزء ثاني لها في الموسم السابع القادم من مسلسل بلاك ميرور واللي من المتوقع انه ينزل في سنة 2025 ما في تاريخ محدد للحين بالرغم من انه الحلقة ديك امتهت بشكل كويس الا انه راح يتطرقون لها مرة ثانية اما بشكل مباشر او بنفس الفكرة الله اعلم عموما اذا انت ما تبعت مسلسل بلاك ميرور للحين اسمع كلامي ارجوك لمرة واحدة فقط في حياتك اسمع كلامي خذ لها سكرينشوت من البوستر هذا روح تابعه عن نتفليكستراما وجود بالطريقة اللي تحب تابعه روح تابعه وعلشان احمسك اكثر تخيل انه كل حلقات المسلسل مش مرتبة ببعضها يعني تابع الحلقة الاولى ما عجبتك قفلها روح الحلقة الثانية ما عجبتك قفلها الين تطيح على الحلقات اللي تعجبك بالنسبة لي انا تابعت المسلسل من الحلقة الاولى لن الحلقة الاخيرة ما تابعته بالترتيب للامانة ولكن في نهاية المطاف اضطريت اني ارجع اتابع كل الحلقات لاني ما اكتفيت من المسلسل كاتب مريض قاعد يكتب قصص غريبة بطريقة مرة جديدة ومبتكرة وعلشان الاخص لك فكرة كذا مسلسل بلاك ميرور هو يتكلم عن التطور التكنولوجي ولكن باكثر طريقة سوداوية وكئيبة ما يشوف العالم كده بتكنولوجيا متقدمة ورهيب لا يشوف العالم تطور تكنولوجي ولكن كئيب مشاهدة ممتعة وصدقني راح تنطرب راح تخذ تجربة مرة جديدة وبعد 13 سنة 13 سنة من يوم تم اصدار اخر جزء اول جزء الثاني من سلسلة افلام شيرلوك هومز لروبرت داوني جونيور واحدة من اروع واعظم السلاسل روح تابعة لو ما تابعت عشان لا اصفقك كلها جزئين المهم يا حبيبي بعد 13 سنة والى يومنا هذا احب اقولكم للحين ما في اي خبر عن الجزء الثالث تخيلوا 13 سنة واحنا ننتظر الجزء الثالث تخيلوا كده بس انتظار بلا معنى شبركم علينا يا جميع قريب قريب ان شاء قريب متى 13 سنة ايش قصده 15 سنة انا وينتقفل و 15 سنة انا وينتقفل و 20 سنة روبرت داوني جونيور عجز شي موت وانتوا باقي ما نزلت الجزء الثالث ارحمونا لا بس جد اذا ما تبعت الجزء الاول والثاني من سلسلة افلام شيرلوك هونت استمتع بتنبسط وانيمي جديد للعبة الاشهر والافلام الافشل ان صح القول توم برايدر لعبة شهيرة ومشهورة وما ادري صراحة اذا هي عظيمة ولا لا ما قد لعبتها ولكن الافلام كلها خربوطة عموما توم برايدر يا جماعة يب كلنا نعرف توم برايدر رح يتم عمل انيمي وليس انيميشن لها ورح يعرض على منصة نيتفليكس ليش قلت انيمي وليش ما قلت انيميشن مش انا هم قالوا كذا نيتفليكس قالوا انيمي لانه يش مستخدمين اسلوب الانيمي في تنفيذ او انتاج المسلسل او الحلقات هذه او العمل اللي رح ينزل مشتق من سلسلة توم برايدر طبعا الناس الالحين مضاربة في السوشال ميديا كيف تقول انيمي وهو انتاج امريكي الانيمي لازم يكون عمل تم انتاجه في اليابان وبالسلوب الياباني وناس تاني ترد عليهم لا يا عمي عادي طالما انه تم استخدام سلوب الانيمي تمشي الامور تقدير تقول عنه انيمي هي ثقافة حبيبي انيمي معناها انيميشن انيميشن معناتها انيمي كلها نفس الشي بس اللهم اليابانين يقولوا له انيمي لانه حاجة تخصهم انيمي انيميشن عموما انيمي انيميشن هو كيرز ننتظر المخرج النهائي وخلاص بعد خمسة شهور ان شاء الله بنشوفه على منصة نتفليكس يا اخوان تمبرايدر انيميشن او انيمي بس لاحظة الممثلة هايلي ايتويل راح تكون هي البطلة لهذا العمل القادم والمشتق من سلسلة تمبرايدر وبوسترات جديدة للموسم الرابع من مسلسل The Boys واللي راح تعرض اولى حلقاته بعد تقريبا 13 يوم بعد 13 يوم في اشياء كثيرة بتصير مش بس The Boys حتى هذا The Dragon لا لا معليش 13 جون راح تنزل الحلقة الاولى بعد 13 يوم راح تنزل الحلقة الاولى من House of the Dragon كله قريب كله قريب من بعضه بعد 10 ايام تقريبا بتنزل الحلقة الاولى من The Boys بعد 13 يوم تقريبا راح تنزل الحلقة الاولى من House of the Dragon بنسولف عن House of the Dragon بعد شوي عموما بالنسبة لمسلسل The Boys لو تبغى بالتحديد يوم الخميس مش الجاي اللي بعده راح تنزل الحلقة الاولى من مسلسل The Boys حلو حلو واحيانا للامانة الواحد يشكر نتفلكس على سياسة انه منزل موسم كامل دفعة واحدة ويخلونا نتابع براحتنا لانه مش معقول يا جماعة امازون حتقعد تمرمط امنا سبوعيا حلقة من The Boys اقسم بالله مسلسل The Boys واحد من المسلسلات اللي ابغى تابعه داعسة واحدة لانه مرة حماس يا اخي والاحداث كده تيجي دايما حريقة عموما يا جماعة اكثر من شخص من ابطال مسلسل The Boys صرح عن الموسم الرابع وقال انه بيكون حاجة مرة جنونية فلذلك اربطوا احزمتكم ومش غلط انكم تروحوا تتابعوا الموسمة القديمة او تشوفوا لا ركاب علشان تكونوا يتقنكتد واخيرا يا جماعة شوية اخبار عن الموسم الثاني من مسلسل اركين واحد من اعظم المسلسلات اللي نزلت على منصة نتفلكس طيب يا جماعة هذا احد بوسترات مسلسل اركين ولكن بالتحديد للموسمة الاول ولو تلاحظون في البوستر هذا V الأخت الكبير الجنكس كانت تحتضنها في البوستر وكأنها جالسة تطمئنها وتحميها وهذا يشرح اشياء كثيرة حصلت في الموسم الاول والان وصلتنا صورة جديدة من الموسم الجديد ولكن لو تلاحظون في الصورة في شي مختلف حبتين هنا لانه هنا نلاحظ ان جنكس هي اللي جالسة تحتضن V وعلى عكس V اللي كانت تحاول تطمئن اختها الصغيرة في البوستر الاول جنكس هنا الله وحده يعلم ويش ناوي عليه في الموسم الجديد عموماً جماعة الحماس لهذا المسلسل ناري من زمان من يوم انتهى الموسم الأول وأنا منتظر الموسم الجديد فالمسلسل القادم إن شاء الله في شهر نوفمبر يعني كمان خمسة أو ستة شهور غني أليه المطولك ولكن هانت معد بقي جيد فإلى ذلك الحين بعد خمسة شهور إن شاء الله إلى ذلك الحين إن الله أعطانا طولة في العمر تقدر تروح تتابع المسلسل لو أنت ما تابعت وصدقني أنت أمام عشر حلقات أو تسح حلقات مش فاكر تقييم عشر حلقات من أروع ما يكون إنسى أنيميشن إنسى سلوب الرسم إنسى أنه حاجة مختلفة وجديدة إنسى أنه مشتق من لعبة أقسم بالله العظيم أنت أمام واحد من أعظم المسلسلات اللي تابعتها في حياتي مش بس عن التفليك شي رهيب شي خارق فلو ما تابعته حطه في الجدول صور الشاشة وروح تابع الآن والعلم مش بس كده تخيل إنه تقييم الموسم الأول إلى تاريخ هذا الفيديو نزل من فترة طويلة وإلى تاريخ هذا الفيديو ما زال تقييمه 9 من 10 9 من 10 يعني شي خارق الرقم هذا ما يصير بسهولة في عالم المسلسلات إنت وضمي ركاعد إذا الكلام دا والتطبيل دا ما خلاك تروح تابع للتابع والله أسحب عليه وخانت شوف الخبر للبعد طيب يا جماعة فاكرين قبل فترة كنت أقول لكم إنه الممثل جيان كارلو يبا البطل الشهير من سلسلة بريكينج باد انضم إلى عالم مارفيل السينمائي ولكن للآن ما نعرف أي معلومات عنه وإيش دوره وإيش الشخصية اللي بقدمها يا سلام أحب أقول لكم يا جماعة أنه الشخصية اللي بقدمها ما نعرفها برضو للحيق ولكن نعرف معلومتين حلوة عنه أول حاجة أول ظهور له راح يكون في فيلم كابتن أمريكا الجزء الرابع الجديد اللي بينزل بعد فترة أو بينزل في سنة 2025 معلش والمعلومة الثانية الممثل راح يقدم دور شخصية شريرة داخل فيلم كابتن أمريكا الجزء الرابع حلو أصلاً أدوار الشريرة تليق عليه أكثر من أدوار الخيرة حقيقي يعطيك فيلين فيلين يخليك يطير لك عقلك واخي تامن يا جماعة هذه المرة لازم تربط أحزمتكم من جديد الموضوع معاد في مزح واستهبال الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر آلة تنين أو هاوس أوف دا دراجون معاد يفصلنا عنها إلا حوالي 13 يوم بس 13 يوم وراح نتابعها مع بعض إن شاء الله تعالى بس لحظة 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 ثلاث لحظات خليني أزفلك الأخبار الحلوة الأخبار الجميلة اللي نعرفها إلى الآن عن المسلسل تخيل إن الحلقة الأولى من مسلسل آلة تنين الموسم الثاني راح تكون مدتها أكثر من ساعة شغل الحلقة تجلس تمخمخ معها ساعة كاملة يقلع أم الحماس خلصنا لا لسه نجي للسبوع الثاني تخيلنا نقعد كده سبوع من تضرين بعد الحلقة الأولى أو ماي جود يقلع أم الحماس إذا تجي الحلقة الثانية وتجيك الحلقة الثانية وتكتجف إن مدتها ساعة وعشر دقائق كمان يقلع أم الحماس يعني شوف كل اللي عليك تسوي باقي أسبوعين تقريبا صح؟ كل اللي عليك تسوي الحين تروح تتابع الموسم الأول من جديد والله ما رح يأخذ منك وقت أقسم إلى أخذت في يومين أعدت المسلسل خلصت في يومين jلستين فكل اللي عليك تسوي الحين أنك تروح تتابع الموسم الأول علشان ما يجي الموسم الثاني إلا وإنت خاش معنا في القط على طول وإذا أنت ما تبعت الموسم الأول للحين الله أكبر على بليزك وش منتظر يا بوي هذا عالم جورج أر مارت لو ينزل يا شيخ أنيميشن روح تابعه ما فيها لعب بعد أسبوعين بإذن الله موعدنا مع الحلقة الأولى من مسلسل آل التنين أو هاوس أوف دراغن بس أولا يا جماعة إلى هنا نكونوا صنع نهاية الفيديو هيا هبلوا لايك للفيديو لو أعجبك اشترك لي في القناة وما كنت المشترك وفعلي جرس التنبيات وتعال تابعني لموقع التواصل الاجتماع والدسكورد هوتش كل حساباتي موجودة في صندوق الأصف والأهم من هذا كله تعال تابعني على قناة الوجيه توك القناة اللي بنزل فيها قصص بشكل أسبوعي كل خميس تنزل فيها قصة جديدة أعطيكم العافية كم معاكم الوجيه وأشوفكم في الفيديو القادم